لكن عاوز أتكلم عن أربع أنواع محبة وكلها محبة حلوة وجميلة بس اتشوهت للأسف بعمل وضلال الشيطان المحبة الأولى طبعا أنا بتكلم من لغتها الأصلية من اللغة اليونانية إيروس اللي هي المحبة الرومانسية اللي هي المحبة الجنسية لكن هذه المحبة مرة تانية اتشوهت صارت اليوم كل أنواع الإباحية والأفلام كلها بيسموا إيروتك موفيز أو أفلام إباحية اللي هي جاءت من إيروس إيروس هو طبعا إله ابن الإلهة أفروديتس إلهة الحب ولكن أحباء تشوهت هاي فكرة المحبة كما تشوهت في أيام كورنتوس في الكنيسة الأولى هاي المحبة تشوهت اللي المفروض تكون العلاقة من خلال العلاقة الزوجية إنه الرجل والزوجة يهبان أحدهما للآخر لكن هذه العلاقة تشوهت مثل فكرة عهد الله في أيام نوح عندما أعطى قوس قزح هذا قوس القزح لما بتشوفه في السماء هو علامة بيذكرنا إنه الله مش رايح يهلك البشر مرة تانية بطفان تاني لكن اليوم أخذ السمبل علامة قوز القزح وصارت تستخدم للشزوز الجنسي وهكذا إيروس تشوهت الفكرة بس هي أصلا هي محبة رومانسية جنسية تمارس في ضمن الزواج الكلمة التانية اليونانية اللي بيستخدمها فيليا أو فيليو فيليو بتعني المحبة الأخوية هاي أو محبة الصداقة هذه المحبة دائما بيتكلم عنها الكتاب المقدس المحبة الأخوية التعبير عن إنسان تجدد وخلص فبيمارس هذه المحبة من خلال علاقاته من خلال اتجاهاته من خلال مشاعره من خلال عواطفه من خلال كل التعاملات يعني سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى أي تعامل آخر كله تعبير عن علاقة بتعبر عن الأخوة وعن الصداقة وهذا طبعا شيء مميز في كنيسة الرب كانوا بيسموهن إخوة الرب أو يعني الإخوة هاي واحدة من الإصطلاحات الكنيسة واحدة من الأسماء كنيسة الإخوة تعبير عن محبة الإخوة بعضهم لبعض أما الكلمة التالتة اليونانية يمكن استعمالها مش كتير منشوف أكتر إيروس أو فيليو المحبة الرومانسية أو المحبة الأخوية الكلمة التالتة ستورغي ستورغي اللي هي المحبة من جوة يعني من كيان الإنسان من باطن الإنسان هاي المحبة هي محبة داخلية بس هي محبة طبيعية بنفس الوقت محبة تلقائية مثلا يعني الأم لما أول ما بتخلف الطفل بجيهة الطفل بتطلع عليه في محبة في تلقائية في تواصل هاي المحبة تعال فسرها بلغة تانية ما فيك تفسرها لأنه على طول فيه إشي كونيكتد اتواصل إشي داخل التلقائي الطبيعي من جوة ربط الأم بهذا الطفل فبتحب الطفل شو ما كان يكون شكله شو ما يكون مريض غير مريض فيه محبة خاصة داخلية تجاه هذا الطفل يعني مش رح تتعلم هذه المحبة ولا تتورث ولا إنه تختبر هاي المحبة التلقائي في داخلها بحال ما تشوف الطفل أو الوالدين تجاه الأولاد بغض النظر شو الأولاد فيه محبة خاصة داخلية باطنية تجاه الأولاد صعب تعبر عنها بس الأم بتحب البابي بتحب الطفل شرحها ما قلها شرح هاي هي المحبة النوع التالت وقريبة طبعا من كل أنواع المحبة المحبة الرابعة اللي هي طبعا الكل منسمع عنها أجابي شو يعني أجابي هي إلها معاني كتير هي المحبة التي تقدم ولا تحجم هي المحبة المنتصرة هاي المحبة أحبائي غير مشروطة ملهاش أي شروط يعني زي عهد الله مع الإنسان مش مشروط بأي علاقة بالإنسان الكلمة اليونانية أو الكلمة العبرية بريت كارات بريت يعني قطع عهد أو باللغة اليونانية داثيكة يعني فيه ارتباط من طرف إما أنت تقبل أو ترفض أنك تدخل في عهد الله نفس الشيء المحبة الإلهية هاي المحبة بدون قيود بدون حدود بدون أي شرط يعني مش يعني المثل اللي بنسمعه دائما في الشرق عنا الله يحب الذين يحبون الله بحب اللي بحب طبعا هذا يعني آنانية إحنا بنتكلم واو بنتكلم عن إله آناني بنتكلم عن إله مزاجي طبعا متغير الله بحب وبيهدي ويضل ويعني لا 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 في معلومات خطأ الله بحبك بحبني بغض النظر محبة غير مشروطة حتى المسيح إذا بتتذكروا إن أحببتم الذين يحبونكم آه يعني أليس العشرون أو الخطاء آه يفعلون هذا فبقول إن حبيت اللي بحبك أي فضل عندك أي أجر إلك طب ما الناس العالم العادية ده حتى المافيا بحبوا بعض أم بعض المجرمين بحبوا بعضهم البعض لكن الله بحب اللي بحبه الله مش أناني محبته هي طبيعته يعني الصعب مثل ما ذكرت في البداية نستوعبها محبة عميقة بإلها أبعاد إلهية سماوية غير مدركة بالفكر لكن نكتسبها من خلال عمل يسوع المسيح هاي المحبة غير مشروطة أحبائي هاي المحبة تسمى المحبة الإلهية من طرف واحد بغض النظر هاي الأنواع المحبة اللي تكلمت عنها للأسف تشوهت بسبب الخطيئة وبسبب الأعمال الشيطانية اللي أفسد صور المحبة اليوم صار الشر خير والخير شر وكل محبة تترجم بالشهوة بالفساد بالضلال بالظلمة يعني بطل الفكر الطاهر النقي المقدس ما هو كل صفات الله وطبيعته بتمشي بتناغم وتناصق وانسجام ما فيك تفصل صفات الله هاي المحبة أحبائي بغض النظر شو نوعها وانا عاوز أقول اللي بيحتفله للفالنتاين عيد الحب في هذا الأسبوع يلا كل عام وانتو بخير ربنا هيك يفتح عيوننا نفهم المحبة الإلهية حتى نمارسها بالإطار الصحيح سواء الرومانسية أو الأخوية أو التلقائية المحبة الداخلية أو المحبة الإلهية الغير مشروطة تكون كلها في الإطار الصح حتى نمجد الله